اشتركوا في القناة فها منذ الآن تطوبني جميع الأجيال لأن القدير صنع بأعظاء واسمه قدوس ورحمته إلى أجيال وأجيال للذين يتقونه صنع عزا بسعدي وشتت المتكبرين بأفكار قلوبهم أنزل المقتدرين عن العروش ورفع المتواضعين أشبع الجيع خيرات وصرف الأغنياء فارغين عدد إسرائيل فتاه زاكرا رحمته لإبراهيم ونسله إلى الأبد كما كلم أباءنا ومكست مريم عند الإصابات نحو سلاسة أشهر ثم عادت إلى بيتها حقا كلام الرب إذن نحن بأسبوع زيارة مريم إلى الإصابات مبارح تأملنا بهاللقاء الحلو بين يسوع ويوحنى وبين مريم وألي صابات وكل هالأسبوع عنا لقاءات بين يسوع وأشخاص عم بيدعيهم حتى يحبهم وحتى يخدهم معه إلى قلب الآب السماوي اليوم نتأمل بهالنشيد نشيد مريم هذا أول نشيد من أربعة بفصلين لواء واحد ولواء اثنين عنا نشيد مريم نشيد زكريا نشيد سمعان الشيخ ونشيد حنة مريم كأنه بتعمل حقيقة مزييك بهالنشيد بتلخص العهد القديم كله بشخصة منلاقي قسم منه هالنشيد بسفر سموئيل الأول مع نشيد حنة النبي الإديسة حنة أول نقطة بهالنشيد بتدعينا إلى التسبيح والشكر مريم بتعبر عن مشاعره تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلص على عطيتها الطفل ما ننسى البشارة مريم دعاها الله وهالدعوة نحن وقت كتير من ننسى أنه نحن مدعوين مجرد نحن مخلوقين على صورة الله نحن بيحبنا الرب غمرنا ونحن معمدين ابتهجت مريم من أجل هالفرحة وبدت تتملكها الابتهاج بده يتملكها كل حياتها نكون عارفين بالجميل العطايا الرب حياتنا ونسبح مش دايما نطلب مش دايما نظلم فوكسين على الأسود ولكن مثل العذرة حقيقة نعرف أنه من يملك الرب يملك كل شيء ولو خسرنا كل شيء زمني ومادي وبتكمل مريم بتقول نظرة إلى آمته الوضيعة من هيك بتهنقني كل الأجيال مش لأنها هي مهمة هي خادمة هي ماشي ولكن القدير صنع بي عظائم صنع بي عظائم بفضل هالطفل الإله يلي منحني يا بالروح الأدوس هالطفل الإله يلي رح يخلصني ورح يساعدني وأنا أحمله اهتم فيه إنسانيا حتى يساعد كل البشر أنه يخلصوا من هيك تهنقني جميع الأجيال لأنه حقا هاي دي دعوة وهي رسالة وهيدا دور فريد من نوعه كل واحد مننا عنده دور أنه يحمل المسيح وقالله يعمل عظائم من خلاله بالآخرين وثلاث كلمات عن الرب هو قدوس هو قدير وهو رحيم قدوس غير شكل مغير عنا ملء الطهارة ملء الحياة هو فريد من نوعه ما في شي بحده وهو القدير القدير هون بالنعمة القدير بالحب القدير الذي وحده سيخلص شعبه من خطاياهم ما في خلاص إلا بيسوع المسيح وهو بنفس الوقت رحمته إلى جيل وجيل هو الرحوم هو يلي عم بيعكس محبة الآب وقلب الآب السماوي مر آني رأى الآب والآب بيحب الكل والآب بيبزل ابنه على الصليب حتى يفتدي الكل وكلنا بخطيانا بتكمل مريم حتى تقول خطة الخلاص هي إنه رح يقلب المأييس كلها هالمخلص بلشت تدخل بمشيئة الله مريم وتفهم سر الله الله بده ناس بسطاء متواضعين الله بده يقلب المعايير مثل التطويبات بلوء ستة أنزل المتكبرين عن عروشهم ورفع المتواضعين أشبع الجيع خيرا وأرسل الأغنياء فارغين أفكاري ليست كأفكاركم بقول الرب بأشعية طرقي ليست كطرقكم مريم فاتت بجوهر النبوآت عن المسيح ابن الله وبلشت تاخد البشرية معه حتى تعلمنا خطة الله الخلاصي ونيال يلي متلى فعلا بيفتح قلبه وبيدخل بمنطق الله بتفكير الله يلي هو تفكير الصغار بده قلبنا حتى يسكن فيه من هيك بتختم بتقول رحمته إلى جميع الأجيال للذين يتقونه بأعمال الرسل بقول مربوط رسل للذين يقبلونه الروح القدس يعطى للذين يطلبونه ويقبلونه من هيك رحمة الله مع مريم لكل الأجيال مش بس لألا يعني حتى الوسانية حتى كل الناس من هيك عند لو أم نلاقي هالبعد بالرسالة والانفتاح إلى كل الأمم بده يبلش مع مريم أول كنيسة مثل ما شفنا مبارح وسينطلق إلى جميع الوسانيين إلى جميع الأجيال وأخيرا بتخدم مريم بتكون واقعية هالحب اللي نقلته بقلبها لألي صباط واليوحنة وللعايلة كلها بده يترجم كمان بخدمة ثلاثة شهر بده تضل عند الإصابات يلي عم تتحضر للولادي وغريب إنه لو أبي قلنا عادت إلى بيتها ما بيحكي شيء إذا رح تحضر الولادي أو لأ على الأرجح أكيد ما حضرت الولادي رجعت إلى يوسف رجعت إلى بيتها عملت دورة نقلتها الفرح وتركتهم مستقلين يحتفلوا مع كل منطقة يهوزة نحن اليوم يا رب بأمثل حاجة لنعمة التسبيح لنعمة نكون قلبنا مثل قلب مريم متواضع منفتح تائب نعرف حدودنا ولكن بنفس الوقت نعرف أنه أنت بتعمل عظائم فينا عطينا يا رب صلاة مريم وشفاعتها حتى نكون كنيسة حية حتى نحس يلي حسته مريم حتى نبتهج ونفرح ونحملك للآخرين بخدمة عملية بسيطة يومية مع أخوتنا وهيدا ملكوتك بيكبر فينا إلك المجد للأبد آمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر